ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغاليا اليوم اجتماعا لمكتب المجلس تمت خلاله دراسة التعدلات المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن تنظيم مهنة المحذر القضائي والمشروع المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها كما درس المكتب مقترحي قانونين يعدل الأول ويتمم القانون المحدد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها والثاني قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية